اهلا بكم في مرايا فيها كتب كثيرة مرت علي عن تاريخ الكويت او تاريخ السعودية ولحظت ملاحظة الغريب ان التاريخين مكملين البعض يعني في كثير من الاحوان لازم تقرأ في تاريخ تطور الكويت الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الاخرى عشان هو جزء من احداث وسط وشرق وشمال الجزيرة العربية يعني السعودية والعكس صحيح بكل ما في التاريخ طبعا من صعود وهبوط وليل ونهار مش حنتكلم عن منابة السكان في الكويت اللي هي في جزء كبير منها اللي لم يكن الاكبر تعود الى وسط وشرق بل واحيانا غرب السعودية اللي هي الجزيرة العربية على كل حال هي قصة ممتعة لكن مش هذا موضوعنا احنا انا اتكلم فقط عن التأثير والتأثر المتبادل بين المجتمعين الكويتي والنجدي والاحسائي بوجه خاص من المجتمعات السعودية وعلى سبيل المثال اتذكر قبر الشاعر العامية الاكبر بيطار الشاعر محمد بن لعبون ابن وسط نجد سدير معلوم واثره كبير له فن في الكويت معلوم في الكويت يعني قبره وله فن ينسب اليه اللعبونيات وهو متوفق قبل مئتين عام مهاجرا من وسط نجد اليوم وبعد عهود وعلاقات الاسلاف من عائلة الصباح الكرام والسعود قادة العرب في مهد العرب وحماة الحرمين تجدد العهد تكتمل المسيرة وذلك حين زار ولي العهد السعودي نجل الملك سلمان وحفيد عبد العزيز الكويت والتقى بالشيخ الأمير صباح الأحمد الصباح حفيد مبارك الصباح مؤسس الكويت الحديثة حتى تصوب الأمور وتسير القافلة نحو مشرق الأمل هناك أصوات لا تريد الخير للعلاقات السعودية الكويتية معلومة هي على فكرة ومعلوم لماذا ترفع قيرتها وتتأذى من أي صحة وحيوية وطيب للعلاقة بين الرياض والكويت هذولا الأبواق مش من الأعداء في الخارج يعني أبواق إيران والأخوان وغيره يعني أو الجزيرة أو غيره لا بل حتى من أصداء هذه الأبواق داخل الكويت نفسها داخل كاظمة العزيزة لكن الكبار أمثال عراب الأمل السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير الدبلوماسية أمير الكويت الشيخ صباح هؤلاء فوق أفكار وخيالات الصغار بكل حال فإن الأمير محمد مثل عادته كان صريحا وشفافا وتحدث لوكالة بلومبرغ الأمريكية عن تقدم كبير في قضية التفاوض بين الكويت والسعودية على مسألة معروفة التي هي مسألة الإنتاج البترولي في الحقول المشتركة وهي قضية فيها أبعاد قانونية وغير قانونية الأمير محمد قال في هذا الحوار بالنص نحن نعتقد أننا نقترب من تحقيق شيء مع الكويت هناك فقط بعض المسألة التي كانت عارقة خلال الخمسين سنة الماضية وكل ما هو عالق إذا صحت النوايا فمصيره الحل إذن ليس للشمس مشرق إلا من الشرق وليس للكويت إلا أهلها وعمقها السعودية مباحثته أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر بيان تركزت على تعميق علاقات البلدين والتنسيق بينهما في المجالات كافة الأمير محمد بن سلمان حقب مغادرته في برقية شكر لأمير الكويت ذكر أن الزيارة أتحت بحث ما من شأنه تعزيز رابط الأخوة القائمة بين البلدين وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة وأكدت عمق العلاقات التاريخية التي ربطت وتربط البلدين زيارة الأمير محمد بن سلمان للكويت هي الأولى له لدولة خليجية منذ توليه ولاية العهد في السعودية وكان البلدان قد أسسا مجلسا تنسيقيا مشتركا في يولو الماضي لرفع درجة التعاون والعمل المشترك بينهما فيما اعتبر نائب وزير الخارجية خالد الجار الله أن زيارة ولي العهد السعودي فرصة تاريخية للبلدين لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والسعير تطويرها في شتى المجالات ماذا يقول التاريخ تاريخ القديم أو الجديد عن الكويت والسعودية العلاقات السعودية الكويتية تضرب بجذورها في عمق التاريخ أكثر من 130 عاما قدمت خلالها القيادات المتعاقبة في البلدين نموذجا يحتذا في تعزيز أواصل الإخاء بين القيادتين والشعبين الجارين ما في الكويت ولا في السعودية في بلد واحد يا نعيش سوا يا ننتهي سوا أبرز فصول هذه العلاقة ظهرت جليا في موقف السعودية إبان الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990 حينها ساهمت دور السعودي في إنهاء الغزو وعودة الكويت لأهلها وخلال سنوات طويلة صمدت العلاقة بين البلدين أمام التحديات التي تعصف بالمنطقة وتميزت بوحدة المواقف تجاه قضايا المنطقة والعالم كما شكل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي في يوليو 2018 دفعة جديدة للعلاقات في شتى المجالات معين السواري لبرنامج مرايا وإن أنسى من الأشياء لن أنسى ولن ينسى عقل التاريخ وعقلاء التاريخ هذه الكلمة من فهد العرب مرت معنا قبل قليل لكن دعونا نتوسع فيها أكثر لأنها قيلت في يوم بلغت فيه الأرواح الحناجر يوم اختفت الكويت فجأة من الخارطة أنا والله يا أخوان وأقول إن شاء الله الله صادق ما أدهمني ولا أتهتميت إن فيه شيء اسم السعودية أهتميت إن فيه شيء راح ولكويت لكن راح والله ما في يوم الأيام إلا وتفكيري لا أعرف ليش الكويت لابد أن يرجع إن شاء الله هذا كان تفكيري بشكل أو بآخر وأم ولا تروح السعودية والكويت سوى ما يخلق معلش هي روح الأخوة وهي آصرة العائلة وهي فزعة الأهل بين الكويت والسعودية وهي المصلحة المشتركة والمصير المشترك قديما وحاضرة كما جسدها شاعر الوطن السعودي محب الكويت وعاشقها خلف منها الذال خلف منها الذال الله يشفيه زبنتي يا بعد روحي زبنتي صحيح إن كنت أو ما كنت كنتي على الحساد قللي ما لبستي بعد عيني وقرة عين ينتي أضمت من ضروعي في ضروعي ومن قلبي على قلبي سكنتي أنا يا بنت حبي للتغذب حبي مذل حب أختي وبنتي رجعتيني بعد شرات عني بعد شرات عني مارك هنتي صرختي وانصرختي من يديهم ولهانوك وانهانوا لهنتي ولهانوك وانهانوا لهنتي ترى لا يعني أنك حليف أو شقيق أو أكثر حتى من شقيق أنه ما في خلاف أو لا يجوز الخلاف على بعض التفاصيل أو المسائل التي تتعلق بتقدير المصلحة لأن كل إنسان ينظر الأمور من زاوية معينة هذا يحصل بين الأهل أصلا والأشقاء وهذا أمر يعرفه العقلاء لكن يجهله صغار العقول وبكل حال يبقى الود ما بقي الصفاء قال أبو الأسود الدعلي وصله ما استقام الوصل منه ولا تسمع به قيلا وقال إلى اللقاء اشتركوا في القناة